غرب تيغراي التي تم احتلالها ويتم ارتكاب الجرائم في حق سكانها من قبل القوات الأمحرة حتى وبعد اتفاقية السلام تستمر القوات باستيطان وتغيير هوية السكان في المنطقة كما قال لنا الوكيل لإدارة المنطقة الغربية السيد بروه زفرو الآن تم استوطان المنطقة بالسكان الذين أحضروهم من قليل أمحرة لذا هم يعتقدون ويقولون أنه عددهم أكثر من أبناء تيغراي ولهذا يقومون بإخافة المدنيين ويفعلون ما يشاءون ويقول بروه أن قوات إقليم أمحرة جعلت شعب تيغراي ينزح ويتشتت وتقوم بتوريث ممتلكات الشعب غرب تيغراي للسكان الذين أحضروهم من إقليم أمحرة في الوقت الراهن يقومون بتوريث ممتلكات وأراضي شعب تيغراي لأبناء إقليم أمحرة ويوضح بروه أنه لجعل المنطقة الغربية تابعة لإقليم أمحرة ولكي لا يعود النازحون لأراضيهم تعمل قوات الأمحرة مع القوات الإيرترية نعلم أن قوات الجيش الإيرتري وقوات الأمحرة يقومون بتدريبات عسكرية معا في أماكن عدة مثل نهر تكزي وفي أم حجر ومكان يدعى بيغولوتش والجميع يعلم بأن هناك علاقة بين هذه الكيانات بينما كان من المفترض أن تكون هذه العلاقة علاقة السلام والتمية وكما عبر الوكيل بأن بحسب اتفاقية بريتوريا تقع مسؤولية إصلاح الأمن والوحدة الوطنية وإعادة النازحين لأراضيهم على عاتق الحكومة الفيدرالية الأثيوبية